ان قاعدة الـ Vector Product اتجاه الـ Vector Product ناتج الـ Vector Product اتجاهه بيكون فين؟ اتجاهه بيبقى عكس عقاري بالساعة في اتجاه دوران الكعبة يعني لو انا عندي الكعبة بتدور ازاي مع عقاري بالساعة ولا عكس عقاري بالساعة؟ عكس عقاري بالساعة كويس قوي فأنا لو عندي Vector A و Vector B وهضرب A هضربه في B بصوا انا رايح فين؟ رايح لـ B يبقى انا كده ماشي مع عقاري بالساعة ولا عكسها؟ ماشي عكس عقاري بالساعة القاعدة هي قالت اليد اليمنى اللي بناكل بيها فاليمنى اللي بناكل بيها يبقى انا رايح من الـ A رايح للـ B وطالما من الـ A رايح للـ B يبقى بصوا صباعي بالإبهام رايح فين؟ خارج برا البوردة يبقى انا دلوقتي اتجاه الناتج هيكون بروبين ديكلر خارج من الصبورة او خارج من الـ Whiteboard اذا كان الـ A مضروب في الـ B كفكتور طيب what if الـ B هو اللي مضروب في الـ A؟ يعني احنا قولنا دلوقتي يخذيننا بس اللي راجع على اللي احنا قولنا من شوي ده اذا الـ A مضروب كفكتور مضروب كفكتور برودة في الـ B فالـ C اللي هو الناتج هيكون خارج من الصبورة ده رايح عليكم طيب what if ان الـ B هي اللي مضروبة في الـ A؟ يعني الـ B بصوا قولنا دلوقتي مين اهي؟ الـ B قارة دلوقتي قولنا هي اللي مضروبة في الـ A هي اللي مضروبة في الـ A فاذا الـ B هي مضروبة في الـ A؟ ساعتها هيبقى الـ Vكتور داخل على الصبور او بمعنى اصح المفروض ان وجه الـ Area هتكون مشاهل هناك كويس كده؟ وبالتالي B في A هتكون بـ Vكتور مثلا D حيثه C وD هم نفس الـ Vكتور لكن C جاي عليكم وD داخل على الصبور خلاص كده؟ او حبينا نقول انه ناقص C ممكن نقول ناقص C عادي جدا لانه فيكتور مقابل في الاتجاه كويس كده تمام؟ كده الموضوع ده واضح ولا مش واضح؟ مواضح تمام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر